في نفس المؤتمر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علق على واقعات المشدة اللي حصلت ما بين محافظ صهاج مع طبيبة في أحد المستشفيات وقال رئيس الوزراء أننا كمسؤولين تنفيذيين حرصين كل الحرص على تقديم أو تحقيق رضا المواطن ومن حق طبعا المحافظ أنه يحقق أفضل خدمة المواطن ولكن دون تجاوز في حق العاملين في الدولة ويمكن في هذا الإطار أنا بتابع كل يوم كل حاجة بتحصل ويمكن وإحنا في مجلس الوزراء كان تنقلت بعض المواقع أنه كان فيه موقف حصل النهاردة في أحد المحافظات تحديدا محافظة صهاج في أثناء تفقد السيد المحافظ لوحدة من المستشفيات وكان نتيجة لوجود شكاوى من السيدة المواطنين وأنهما بيشتكوا من أن الخدمة مش بالصورة الجيدة حصل نوع من المشادة مع أحدى الطبيبات الموجودة في المستشفى وهنا عايز أكد على شيء مهم جدا تاني إحنا بنأكد إحنا كمسؤولين تنفيذيين حرسين كل الحرص على تحقيق رضا المواطن ولكن الكلام ده لازم يبقى بياخد القنوات اللي بيحددها النظام العامل للدولة وبالتالي يعني من حق طبعا المحافظ أنه يتخذ الإجراءات اللي من شأنها تحقق أفضل خدمة للمواطن وأنه يلبي حق المواطن ولكن بما لا يكون هناك فيه تجاوز على أي واحد من العاملين في الأجهزة التنفيذية في الدولة وبالتالي ده اللي أنا بأكد عليه لحضراتكم وده اللي أنا هأكد عليه في كل اجتماعاتي وده أكدت عليه مع السادة المحافظين وهأكد عليه طبعا في هذا الشأن أنه احنا شفنا فيه تقصير يبقى يتخذ الإجراء القانوني والإداري تجاه المخصر ولكن لا يتم أن يكون هناك أي نوع من التجاوز بأي شأن وعشان كده إذا كان هناك حصل تجاوز يعني للسيدة الطبيبة فأنا نفسي بقول لها يعني حقك علي وأنا بعتذر عن هذا الموضوع ولكن في نفس الوقت لازم كل المحافظين وكل العاملين في الأجهزة التنفيذية للدولة لازم يبقى عارفين إن إحنا هدفنا شيء واحد وإحنا موجودين عشان شيء واحد خدمة المواطن وبالتالي مرة أخرى أنا بأكد إن هناك ثوابت السادة المحافظين مسؤولين عن إن هم ينزلوا لكل المنشآت ويتابعوا أداء الخدمة ورضى المواطن ولو لقى أي نوع من التقصير يتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ولكن بدون أي نوع من التجاوز تجاه العاملين في هذه المنشآت